تيشو كالتشور أو زراعة الأنسجة طريقة للتكاثر اللاجنسي في بعض الكائنات الحية هنشوف إزاي بيتحول تيشو نسيج أو جروب of cells to a fully complete organism لفرد كامل هنشوف ده الكاروت and tobacco وحنعرف إزاي بيحصل importance of tissue culture وحنعرف أهمية tissue culture أو زراعة الأنسجة وسؤال في آخر الفيديو علشان تفهم كويس tissue culture أو زراعة الأنسجة بنشوف هنا growing of living tissues إزاي الأنسجة الحية or group of cells مجموعة من الخلايا الحية طبعا إزاي بيحصلها differentiation تميز growing to a fully complete organism لكائن حي كامل شرط طبعا إنها تكون موجودة in semi-natural nutritive medium وسط غزائي containing all plant hormones شرطه إنه يحتوي على كل الهورمونز اللي هيحتاجها plant in certain ratio بنسبة معينة و living tissues اللي حنستخدمها in tissue culture في زراعة الأنسجة شرط إنها contain whole genetic information تكون موجودة جواها أو تحتوي على كل الكروموسومز كاملة أو الجينز كاملة experiment 1 كانت على carrot plant أو نبات الجزر أخذنا T-S or transfer section قطاع عرضي من نبات الجزر separation of some cells وفصلنا مجموعة من الخلايا on condition على شرط cells contain whole number of chromosomes السلسة دي بتحتوي على عدد الكروموسومز كاملة put in semi-natural nutritive medium حطناها في وسط غزائي الوسط الغزائي بتاعنا coconut milk أو لبن جوز الهند ليه ترى coconut milk it contains whole plant hormones علشان بيحتوي على كل الهورمونز اللي حتاجها النبات during growth أثناء النمو cells start to divide and grow زي ما انت شايف السل بتبتدي تنقسم وتكبر بس يا ترى هنا بقى أي نوع من division احنا عايزين نحافظ على عدد الكروموسومز كونستانت سبت to maintain number of chromosomes كونستانت cells divide by mitosis حتنقسم بال mitosis علشان نحافظ على عدد الكروموسومز سبت seedling نبتة تدتتكون finally by the same previous method بنفس الخطوات اللي فاتت وحصلنا على fully complete organism importance of tissue culture أهمية بزراءة الأنسجة number one propagation of rare plants نزود من انشار النباتات الندرة desirable strengths السلالات المرغوب فيها or more resistance against diseases أو السلالات المقاومة للأمراض number two shortening time needed for growing and increasing crops كده حنقلل من الوقت اللازم لزراعة المحاصيل وبالتالي حيزيد كمية المحاصيل as a result ما فيجل كده بقى هيحصل solving food problems in general هنحل مشاكل كتير منها نقص الغذاء controlling time of tissue culture هنقدر كمان نتحكم في الوقت اللي حنعمل فيه زراعة الأنسجة selected tissues الأنسجة اللي اخترناها can be preserved in liquid nitrogen هنقدر نحفظها في الـ nitrogen السائل والجاف that maintains their vitality اللي حيحافظ على حيوية الأنسجة ويحافظ عليها حية لمدة طويلة till the time of tissue culture لحد الوقت اللي حنحدد نعمل فيه زراعة الأنسجة سؤال مهم chromosomal number of resulted individuals from tissue culture يا ترى عدد الكرموسومسة في الأفراد النتجة من tissue culture هتكون 4N لا طبعا احنا مش بنعمل تضاعف للnumber of chromosomes الكرموسومس مش بتزيد في tissue culture يعني مش 4N or 3N كمان مش بيحصل reduction للnumber of chromosomes لا طبعا انتشوا culture احنا بنحافظ على عدد الكرموسومس كان نستانت في ميتوسيس ديفيجن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر